طب يعني يمكن القسم المشتركة من كل الأديان يعني السماوية وحتى الوثنية هي قصة الأخلاق إيه هي بقى القوالب الأخلاقية اللي حططوها في هذه الكتب الأخلاق هقول لحضرتك يمكن من الإصدارات الحديثة معينا في كتاب اسمه تعلمته من السنة ده كتاب للأستاذ محمد ناصف رئيس المركز القومي لثقافة الطفل هو عبارة عن حديث نبوية طب أنا هقدم الحديث النبوي فقط بشرحه أو هقدمه كده لا إحنا فكرنا يتقدم بقالب بفن الكوميكس إن إحنا نناقش طول السيناريو موقف حياتي أو موقف مجتمعي داخل القصة نصل به في الآخر للحديث يعني إحنا قدمنا شرح الحديث من خلال موقف حياتي أو موقف مجتمعي داخل القصة أو داخل السيناريو نصل بين الطفل في الآخر هو اللي هيقول الحديث أو هو اللي هيفكر إن إحنا نصل للحديث ده في الآخر فهي متقدمة بقالب مجتمع أو بقالب قصصي ده نموذج من النماذج التي نازلها معنا في الكتب فيه كتاب 어제 يوجد الكليات الست ويمكنكم سألون عن كيف يكتاب الكليات الست ومعناها عن كيف هي الكليات الست ده من الكتب المهمة جدا صدراتurdayة عن وزارة الأوقاف المصرية الكليات الستة هي مقاصد الدين أو الهدف من الدين كان أي الدين ويهدف أو الشريعة الإسلامية تهدف المعروف كان المقصد الخامسة اللي هي نحافظ الحفاظ على النفس الحفاظ على العقل الحفاظ على المال الحفاظ على النسل نحن شايفين ما بعد الصور على العواد والحفاظ على الدين في المقصد الأخير واللي تم إضافته مش هقدر أحافظ على نفسي ولا على مالي ولا على نسلي من غير ما أضيف لها الحفاظ على الوطن فمن هنا جات الكليات الست ده من الكتب المهم عندنا طب الكتاب ده لما بسطه للولاد هيتم تبسيطه إزاي وكان مهم جدا إنه هو يتبسط للولاد أنا كنت مشفقة على الكاتبة جدا اللي هتقوم بتبسيط الكتاب ده وهتقدمه إزاي في قلب قصصي أصلا لأن الكتاب يعني فيه مصطلحات أصلا صعبة للكبار لما بتناقش قضية الحفاظ على النفس إزاي تحفز على نفسك من الانتحار أو القتل أو قتل الغير الحفاظ على المال نفسه فيه مصطلحات صعبة فلما جينا نبسطه أنا زي ما بقول حراكي الأستاذ أنت صار عبد المنعم هي اللي قامت بتبسيط الكتاب وعرضه في قلب قصصي بدأت تعرضه وتناقشه بشكل قصة بين جد وأحفاده فيه أسئلة وإجابة وحتى لما جدت تتكلم على مثلا الحفاظ على المال دخلت فيه أجزاء كتيرة مثلا إزاي تحفز على المية تحفز على المال ما تقومش بالتبذير إزاي بحاجات يبقى ليكي الأولوية في الشراء يعني مثلا كانت منقشة من ضمن القصة اللي موجودة وهو بيشتري شوكولاتة أنا أحاوش عشان أروح أجيب بفلوسي كلها شوكولاتة فهي لا هي متنقشة بشكل مبسط جدا فده كان من الكتب الدينية بتاعتنا الكتب الصعبة اللي بقينا نفكر وإحنا إزاي هم بسطها الأولاد الحمد لله تم تبسيطها وتقدمها للطفل وإيس على ده بقى فيه كتب كتير في السلسلة هو أنت لو دخلت بهوية هتلاقي أن الأصل دين لأن أصل الأخلاقيات بتاعتنا كلها هي الدين فمتقدمة بقى بالقوالب زي ما بقول حالك كده اللي هي القصة في أو استخدام حتى الرسوم المستخدمة عشان تبقى من عوامل الجذب القوية للكتاب ترجمة نانسي قنقر